تنمية بعض الهوايات خلال هذه الفترة همية تنمية بعض الهوايات من قبل الأهل لهؤلاء الأبناء نجد أنه طالب لديه مثلاً هواية في الرسم هواية في ربما صناعة بعض المحتويات الإلكترونية والتكنولوجية كيف يمكن للأهل استغلال هذه الإجازة في تنمية هذه المواهب وأهمية هذا الأمر؟ نعم للألعاب والهوايات هذه تفرغ الطاقة النفسية الموجودة عند كثير من الأطفال هذه لابد من دور من الأولياء الأمور أن يوفروا لهم وفق الإمكانية المحدودة يعني إذا بدوا يرسم كمية تكلفة علبة الألوان مثلاً كمية تكلفة القماش مثلاً يعني بإمكانية بسيطة يستطيع أن ينمي موهبة الرسم يستطيع بإمكانية بسيطة أن يأتي إليه بالمواد اللازمة لعمل تجربة علمية ودائماً يبحث عن الأشياء البسيطة القليلة التكلفة التي تنمي مهارة التفكير واللعب والعمل الجماعي والعمل بروح الفريق هذه الأشياء التي دائماً نحرص على أن نركز عليها عند أبنائنا فهي التي تنمي تفكيرهم وإبداعهم وهذا الذي يغرس عند الطالب ثقة بنفسه وتحمله للمسئولية يشعر أنه أنجز شيء فحقق ذاته أنه أنجز شيء ألفت الأنظار بما يلفت الأنظار بشيء ينفع أم يلفت الأنظار بشيء ضار يعود بالسلب على الوالدين